بأكثر من حلقة ذكرنا الأنبار وتحدثنا عن حالات الفساد الكبيرة بدائرة صحتها واللي طبعا ما جاي بيها من جيبنا مو من عدنا لا لا مصدرنا الوحيد هيئة النزاهة وكرر مصدرنا الوحيد هي هيئة النزاهة آخر حالات الفساد تكشف حالة من الدناءة وانعدام معايير الرحمة والإنسانية عند أبطال هاي الجريمة اللي راح نسردها بالتفاصيل واللي ضحيتها أعجز الناس أصحاب أمراض القلب اللي بمجرد ما تسمع بيهم وتشوف وضعهم تتعاطفوا يهم النزاهة كشفت عن ضبط مواد طبية خاصة بعلاج وإجراع عمليات الجراحة الخاصة بالقلب منتهيت الصلاحية في مخزن المواد الطبية في شعبة القسطرة بالمستشفة ناسيها الجماعة فوتوها للمخزن وما طلعوها إلى حد ما صار تكسبايا 275 أمبوب توصيل المادة الملونة إلى غرف القلب 380 أمبوب توصيل المادة الملونة إلى شرايين القلب 1100 كانونة تثقيب كبيرة لإدخال الأنابيب من خلالها إلى القلب 22 مادة استخراج الخطرة من الأوعية الدموية 40 ساعة خاصة بنفخ البالون داخل الشرايين وشبكات تزرع داخل القلب بطاريات تشغيل القلب موصل ذي ثلاثة اتجاهات لربط الأنابيب الداخلة إلى القلب أنا ما أعرفها لكن متأكد اللي عايشين معاناة مرض القلب أو عند أحد أقاربة أو أصدقاء راح يعرف على الأقل وحدة أو اثنين من ذني ويعرف إش قد مكلفة وإش قد صعب الحصول عليها بقدر احتياج المريض إلها وتعلق حياته بيها وطبعا بعد التحريات اكتشف فريق هيئة النزاهة بأنه الطبيب المختص بالتداخل القسطاري أو القسطري في مستشفى الفلوجة التعليمي كان يساوم ويجبر بعض المرضى اللي يعدهم عملية بالمستشفى على شراء شبكات وبالونات وما أعرف إيش من الصيدليات الخارجية ها مو بداخل المستشفى هي موجودة ومجانا من المفترض أن توزع وعافوها بالمخزن وصارت اكسباير والطبيب يطلع المرضى إلى الخارج حتى يشترون هاي المواد من الصيدلية في الخارج ما أعرف هنا القضية شون حتنحسم قضائيا وقانونيا عجبا هم ينحكم خمس سنوات ويطلع بس اللي أريد أقوله اللي يكتل مو شرط يشيل مسدس أو بندقية أمثالها ذوله أيضا قتله لكن قتله بصمت بالعكس اللي يشيل اسلاح يقتلك بسرعة قتل رحيم خلي نسميه ذوله يكتلون المريض بشكل يومي ترجمة نانسي قنقر